بسم الله الرحمن الرحيم وقف التدهور والخسائر اللي ممكن تكون بسبب الأزمة وكمان أنه زي ما حكينا أنه فيه فوائد للأزمة ممكن نستفيد منها ومن مخرجاتها فالاستفادة من المواقف الناتجة عن الأزمة في الإصلاح والتطوير للمؤسسة نفسها بالعودة إلى الأساليب الأسلوب التقليدي الأسلوب التقليدي فيه أول شيء منه أسلوب اللي هو بسمونه النعامة أو الهرب وهذا إلو عدة أشكال من المعروف أنه النعامة صعب أنها تواجه الموقف فبتغرز راسها بالأرض عشان تشرد من الواقع اللي موجود ونظراً طبعاً للأسلوب التقليدي يتبع في حال أنه عدم وجود الإمكانيات لدى من توجه ضدهم الأزمة في المؤسسة نفسها كمسؤول أو كمجلس إدارة إلو علاقة المفروض يتعامل بأسلوب علمي بالعادة بسبب اللي هو العجز عن مواجهتها للأزمة فبيلجوا إلى أساليب للتخلص من هاي الحالة ونقول عنها أسلوب الهروب في الهروب عندنا عدة أشكال الشكل الأول هروب مباشر وهروب غير مباشر وفيه التنصل من المسؤولية وفيه التركيز على جانب آخر وفيه الإسقار أما الهروب المباشر هو عبارة عن ترك كلي لمشهد أو مسرح الأزمة بشكل عام والاعتراف أنه أنا مش قادر أتعامل مع الواقع اللي موجود فهذا بنسميه هروب مباشر انسحاب من المسرح بشكل كامل الأسلوب الغير مباشر أنه عمالي بيتصنع بعض تصرفات ممكن يلجأ فيها أنه من ناحية الصحية أنا تعبان وبترك مشهد المؤسسة كلها ومشهد الأزمة وبروح بسكر جواله وبطبع خد تليفونه وبروح بنعزل في البيت بعيدا عن أي إشي العلاقة بوجود اللي هو مسرح الأزمة ويمكن كتير يعني بنشوف في الأفلام وبالدراما بصير اتصال الاتصال أنه صار في حدث معين في حريق في مشكلة في إضراب أو في فعالية من الموظفين بقول لك قلبي يعني عمال هذا بنقول عنه هروب غير مباشر وبروح بسكر هالدوال وكأنه بصير في حالة مرضية وبترك هالمشهد كله وبيعتبر أنه يعني أسلوب من أسلوب الخلاص اللي ممكن يكون موجود فيه الشكل الثالث من الأسلوب المباشر الهروب المباشر كأسلوب تقليدي التنصل من المسئولية وهذه بصير فيها كيل الاتهامات على الآخرين عن طريق القاء اللوم على الآخرين وتبرير المواقف وأنه مش أنا اللي مسئول وبالنهاية يعني بيقدم أعذاره عن الواقع اللي موجود الشكل الرابع من أشكال الهروب التركيز على الجانب الآخر وهنا بسبب الفشل اللي موجود بصير يشغل هالفريق اللي موجود اللي له علاقة بالأزمة أو الستيك هولدرز بنقول عنهم الناس المؤثرين واللي ممكن يتأثروا بسبب الأزمة بصير يركز على أمور بعيداً عن سبب الأزمة تمام؟ التركيز على جوانب ومواضيع ليس لها علاقة بصميم الأزمة إحنا بنحكي على أزمة مالية في مؤسسة ما بصير يقولوا أننا إحنا كادر وعننا إمكانيات وعننا علاقاتنا الخارجية وعننا طب إحنا في النهاية بنحكي على مشكلة انهيار مالي مش قادرين ندفع رواتبنا الموظفين وهذا تعتبر أزمة مالية بصير يركز على شغاليات وجوانب أخرى بعيداً عن مصرح الأزمة بشكل مباشر الشكل الخامس من أشكال الهروب اللي هو الإسقاط وهنا المسؤول بيعمل على تغذية القصور من خلال تركيز الأضواء على عيوب الآخرين وإنه الموظفين قلنا لكم جبتوا لنا مدير جبتوا لنا شخص معين بتكوش إلا غير تفتح تحضر القصة وتحطوا فيه شخص ما إحنا ما بدناش إياه لأنه هذا هو يعني من يوم ما إجعنا صار سبب من أسباب اللي هو فشل المؤسسة والتراجع واللي أدت إلى وجود مجموعة مشكلات وصلتنا إلى وجود الأزمة بصير ركز على عيوب وقصور وعدم موجود إمكانيات معينة عند بعض اللي هم من الأشخاص وهذا بنقول عنه الخمس أشكال من أشكال الهروب المباشر الشكل الثاني من أشكال من المنهجية التقليدية في التعامل مع الأزمة اللي هي القفز فوق الأزمة طيب القفز عن الأزمة كشكل ثاني من أشكال الأسلوب التقليد المتبع في إدارة الأزمة هنا بتم أنه الأشخاص اللي لهم علاقة بإدارة الأزمة كمؤسسة بتركز أسلوبهم على الاهتمام والتظاهر بأنه قد تمت السيطرة على الأزمة عن طريق التعامل مع جوانب مألوفة ومقبولة للآخرين فممكن يتعاملوا معها وهنا يعني بيكون في حل شكلي خارجي إلا أنه النار عمال متقدة تحت الرماد ومش ظاهرة وفي هذه الحالة بصير ظهور أنه إحنا سيطرنا على الموقف لكن لم يتم تسيطر على الموقف وعلى الأزمة وبتعاود ترجع بشكل أكتر حدة وأكتر صلابة من ذي قبل الأزمة نفسها ويكون تأثيرها يعني سلبي أكثر من هي الأسلوب الثاني هو الأسلوب العلمي في مواجهة الأزمات وهنا يعني نظرا لفشل الأسلوب التقليدي صار يعني توجه نحو إيجاد أسلوب علمي للتعابل مع الأزمة لأنه يعتبر يعني توجه يصل إلى بر الأمان أكثر من الأسلوب التقليدي ويعتبر أكثر ضمانا بالسيطرة على الأزمة ومقوماتها وسبب وجودها الأسلوب العلمي قائم على خمس بنود يبدأ بالدراسة المبدئية لأبعاد الأزمة ومن ثم الدراسة أكثر عمق نقول عنها الدراسة التحليلية ومن ثم التخطيط لمواجهة الأزمة والاستعداد للمواجهة وتختتم بالأسلوب أو بالبند الخامس في هذا الأسلوب التفاعل مع الأزمة بعد إجراء النقاط الدراسة المبدئية تقوم على تحديد العوامل المشاركة للأزمة حكينا مثلا قبل هيك مثال البوعزيزي التونسي اللي هو يعني بعدي بدأ مصطلح ما يسمى بالربيع العربي اللي هو كان له بسطة موجود في مكان بسبب وضع مادة بسيط وامكانيات محدودة إجت السرطة حاولها تتعامل معها بطريقة معينة حرق حاله مات أثار الشعب تحديد العوامل المشتركة فيه عندنا عدم رضا فيه صخت على الإدارة السياسية الموجودة في البلد فيه وضع اجتماعي سيء وضع اقتصادي سيء تمام فيه عندنا عدة عوامل هنا مطلوب في الدراسة العلمية التحليل والتحليل المتأنه والمستفيد نين تحديد أسباب الاحتكاك الذي أشعل الموقف أكيد في النهاية بيكون فيه عندنا قولنا المشكلة عبارة عن بواعث معينة لم يتم حلها نصل لمشكلة مشكلات لم يتم حلها ممكن نصل إلى أزمة إذن فيه عندنا كان فيه إرهاصات وفيه مقومات أدت إلى وجود أو مقدمات أدت إلى وجود اللي هو الأزمة ففيه زي ما بيقولوها الشعرة التي قسمت ظهر البعية ثلاثة من الدراسة المبدائية تحديد المدى الذي وصل له أو وصلت إليه اللي هي الأزمة الموقف يعني إحنا فيه بداية ولم أخذ بعد معين صار فيه ناس شاطرة مثلا لما بتعمل الأزمة بتكون مربطة كل الأمور بشكل سري كبير جدا ومرة واحدة تطفو على السطح بشكل كبير بيكون مرحلة الثالث اللي هي مرحلة النضوط زي ما حكينا قبل هيك بتكون سريعة جدا عشان هيك تحكم فيها وتسيطر عليها من خلال من توجهت ضدهم الأزمة بيكون صعب تحديد القوى المؤيدة والمعارضة بنا نعرف مين معنا مين ضدنا في موضوع اللي هو حدوث الأزمة وتحديد نقطة البداية بالعادة هذا الأسلوب طبعا بنفعش مع كل الأزمات يعني الأجمات الصناعية الكبيرة وفيه حرائق وكوارث معينة ما بينفع فيها لأنه هنا فيه أسلوب دراسي متأني وفيه عبارة عن تحليل موقف هذا حياخد اللي هو وقت فبيعتمد اللي هو الأسلوب على طبيعة الأزمة شدة الأزمة خطورة الأزمة الوقت اللي بدت فيه الأزمة مش أي وقت أو مش أي اللي هو أزمة ممكن يتعامل معها بالأسلوب العلمي اللي ممكن ياخد معنا دراسة تحليلية وتاخد معنا وقت أكثر يعني بالأزمات اللي العلاقة بالمجتمعات إنسانية خضايا اقتصادية اجتماعية أزمات إدارية ممكن تكون مناسبة النقطة الثانية في الخطوات الأسلوب العلمي المتبع الدراسة التحليلية والدراسة التحليلية لها عدة أجزاء أو نقاط تحدد ملامحها أولا التفريق الواضح بين الظواهر والأسباب والتأكد والتيقن من وجود أزمة أو مسببات الأزمة يعني زي ما بقوله المصريين هي زوبعة فنغان ولا هي حاجة واقعية لو جيجنا نحكي على وباء هو زيادة موسمية ولا هو زيادة بالفعل بتدعونا إنه إحنا نتدور أكتر ونبحث أكتر قد يكون في عندنا وباء الشغلة الثانية دور المكون البشري ومدى تأثيرها إحنا بنحكي على احتمالية وباء قد يكون خطأ في الإدخال بدل ما يدخل رقم اتنين حط جنبه سفر صار عشرين بدل ما يدخل عشرين دخل متين وحط صفر وصفرين وراها إذا صار العدد كبير فهنا هل قد يكون في خطأ بشري دور المكون الطبيعي أو العوامل الطبيعية أنا بحكي ما زلت في مثال وباء خليني أقول النزلات المعاوية أو الإسهال عند الأطفال ما دون التلات سنوات هل الزيادة هي زيادة طبيعية هل الزيادة اللي علاقة بموسم معين ولا إنه تعدت الاحتمالات اللي إحنا بنذكرها اللي إحنا بنقول إنه زيادة موسمية فعشان هيك الدور المكون الطبيعي دور المكون الصناعي أو التكنولوجي وأسباب الخلل اللي قد تكون أدت إلى وجود اللي هو حدوث أزمة العناصر المشتركة في صناعة الأزمة ودور كل واحد فيه تأثيره في التعامل مع اللي هو الموقف المرحلة اللي وصلت إلها الأزمة حسب اللي هن الخمس نقاط اللي حكيناها كدور أو دورة حياة الأزمة يعني هل هي لسه بالميلاد عمالي بتبدأ أم هي عدت المرحلة الثانية التسعت أم هي وصلت لمرحلة الانفجار عمو يسمى بالنضوج الثالثة أو إنه بدأنا نسيطر بسيط على الموضوع يعني بدأت تنحسر هاي الأزمة أو المرحلة الخامسة من دورة حياتها إنه اختفت الأزمة من الدراسة التحليلية مطلوب توقع طبيعة وتكاليف الأخطار الناجمة عن اللي هو هاي الأزمة تحديد الإمكانيات بشكل مباشر وغير مباشر اللي هتلزم معنا هاي النقاط كلهيتها المفروض إنه باستخدام هالعقول وهالإمكانيات وهالموارد المادية والموارد التكنولوجية مع بعض بتشكل لي قاعدة بيانات تحول إلى معلومات بتفيدني في وضع خطة للتعامل مع الأزمة النقطة الثالثة من نقاط الأسلوب العلمي في مواجهة الأزمات اللي هو التخطيط للمواجهة والتعاون مع الأزمة طبعا هاي النقطة بتعتمد كليا على المرحلتين السابقتين اللي هي الدراسة المبدئية والدراسة التحليلية للأزمة وهاي بناء على ما سبق من خلالها تتضح مرحلة التخطيط وضع الحلول البدائل اللي بتبع الحلول إيش إمكانية تطبيق من هالبدائل أو هالحلول والبدائل اللي موجودة وهاي طبعا بتتحدد باتجاه الاتجاه الأول الاستعداد للمواجهة والاتجاه الثاني التفاعل مع الأزمة الاستعداد للمواجهة هي الخطوة خلينا أقول تتماشى مع الأكشن بلان أو اللي هي خطة التنفيذية للتعامل مع الأزمة وهي الخطة اللازم اتباعها في اللحظات التي تسبق التعامل بين قسين التفاعل مع الأزمة بشكل مباشر وهاي لها عدة إجراءات منها تحديد مجموعة الإجراءات الواجب اتباعها لحماية كل ما يحيط من مجال الأزمة قبل هيك كان في مثال لشركة السيكسيك للأدوات الصحية انحرقت في نفس الوقت اللي كان عمال شركة السيكسيك بتنحري تمام اللي كان إلها سيط سمعة كبيرة جدا كانت عملة حملة إعلامية كبيرة جدا فيما تعلق بمنتجاتها وجودة منتجاتها عشان في منافس كثير في السوق وهاي طبعا سقوطه إذن هو بحق نجاح للآخر فمع المنافس اللي موجودة كانوا هم بتعرضوا لأزمة كبيرة جدا في موضوع اللي هو السيطر على النار الحريق اللي موجود وإعادة ترميم المكان وتوريد اللي هو الأدوات اللي بدها ترجع تشتغل زي ما كانت أول تمام إلا أنهم كانوا بيشتغلوا بجانب عملي أكثر فيما يتعلق بالجانب الإعلامي عشان يضل اسم شركة السيكسيك في السوق وطبعا عوضوا من خلال المخزون اللي موجود عندهم لحد ما استعادوا عفيتهم بشكل مباشر وواضح وما أثرت عليهم هالأزمة لأنه تعامل محا بشكل صحيح ترتيب الإجراءات طبقا لما يساعد على تقليل الخسائر ووقف التدهور إذن هنا خلينا أقول وضع أولويات في التعامل وفق اللي هو الأزمة تحديد نوع المساعدات المطلوبة إذا كان إحنا إلنا جهات أخرى أو اتصالات مين أو إيش المساعدة اللي بدي إياها مساعدات مثلا دعم مالي بدي دعم مادة موارد معينة بدنا دائم معنوي بدنا عقول ومستشارين يساعدوننا بهذا الموضوع هذه تعتبر من ضمن المساعدات المطلوبة إعطاء التعليمات والتحذيرات للأفراد المشاركين في مواجهة أزمة وهنا يعني خلينا أقول تحديد الأدوار لكل عنصر وفرد للتعامل مع الأزمة حسب الخطة الموضوعة إعداد هيكلية للموارد البشرية والفنية المتاحة وتوزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات آخر شيء تنظيم عمليات الاتصال من الداخل وكذلك مع المؤسسات الخارجية التي قد تكون داعمة ومساندة ومساعدة في المجال الأزمة والموجود هذه قلنا عنها استعداد للمواجهة التفاعل مع الأزمة إلها طبعا وهو المقصود فيه التعامل المباشر وفق الخطة التي تم وضحها سابقا مع اللي هو البنود التي تم ذكرها التفاعل المباشر مع الأزمة إلها عدة أهداف الهدف الأول وقف تدهور الموقف وتقديل الخسائر توجيه الموقف إلى المسار الصحيح من أن نحاول يعني نعدها الغمة اللي موجودة ونعدها الأزمة ونحاول نرجع إلى دفة الأمور بالشكل الصحيح معالجة الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة وهي غالبا بتاخد فترة يعني من الوقت لكن من أبرز نعدها الأزمة وعدناها يعني بتأثر إيجابا على الناحية النفسية إلا أنه بحاجة إلى تعزيز الدور البشري اللي موجود وتعزيز الجانب النفسي والدعم المعنوي لهم تطوير الأداء من ضمن الأهداف للتفاعل مع الأزمة تطوير الأداء لأنه صار في عندنا خبرة لتعاون مع هالموقف يعني إمكانياتنا وجدارتنا في أنه استفدنا في هالتجربة المريرة وصنعت منها زي ما بيقولوا وإحنا بنصنع من المحنة منها إحنا الضربة اللي ما بتموتنيش إحنا إيش مالها بيتقويني استخدام أنظمة وقاية ومناعة ضد نفس النوع من الأزمات أو الأزمات المشابهة وطبعا هذا يعني اللي ما بيتعلمش من من أزمات وبتعلمش من مواقف اتعرض إلها هذا بيكون يعني بالتأكيد سلوب فاشل ومن أكثر الناس اللي ممكن يفشل على المستوى الشخصي وكذلك على المستوى المؤسسات فالمفروض الموقف اللي بمر على الواحد بيتعلم فيه بيصنع منه إشي ومناعة مستقبلية بدل هالحدث اللي مر معه هيك بكون أنا هنا أساليب التعامل من باب التذكير قلنا أساليب التعامل فيه أسلوب تقليدي والأسلوب التقليدي إله نوعين أسلوب هروب مباشر أو اللي هو أسلوب النعامة وفيه الأسلوب الثاني اللي هو القفز وفوق الأزمة وقلنا أسلوب النعامة أو الهروب اللي هو خمس أشكال فيه هروب مباشر هروب غير مباشر فيه تنصر من المسئولية وفيه التركيز على جوانب أخرى وفيه الإسقاط بينما القفز عن الأزمة قلنا عبارة عن أنه حل بسيط شكلي ظاهري قدام الإعلام ولكن تبقى النار تحت الرماد وممكن ترجع في أي وقت وتكون عاصفة وكبيرة جدا وآثرها السلبية أكثر من ذي قبل وأقوى مما جرت كان الشكل السابق عليها الأسلوب الثاني قلنا الأسلوب العلمي قلنا هذا الأسلوب العلمي أنه لأنه فشلت الأسلوب الأساليب التقليدية للتعاون مع الأزمات فصار فيه عنا الأسلوب علمي يعتبر أكثر نجاعة وإمكانية لتجاوز الأزمة ولكن هذا له طبيعة محددة حسب نوع الأزمة شدة الأزمة خطورة الأزمة الوقت بتبع الأزمة نوع الأزمة اللي موجود وهو التبع طبعا تلت أساليب أو عفوا تلت تلت نقاط رئيسية اللي هي من خلال الدراسة المبدئية للأزمة اتنين الدراسة التحليلية للأزمة وبعد هيك يبنى عليها التخطيط لمواجهة الأزمة والتعامل معها من خلال البندين اللي قلنا عنه الاستعداد للمواجهة أو قلنا بين قسين الأكشن بلان أو الخطة التنفيذية والتعامل المباشر أو ما يسمى بالتفاعل مع الأزمة بهيك بنكون أنهينا الفصل الثالث اللي هو اسلوب التعامل مع الأزمة وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم أسس التعامل مع الأزمات وإستراتيجيات المواجهة لها السلام عليكم